اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كما اقترح مرصد العمل الحكومي في وقت سابق مجموعة من الاصلاحات بينها اعادة النظر في القوانين المنظمة لتدبير احتياطات صندوق التقاعد بما يزيد من مردودية استثمارها بما لا تقل عن 8 او 9 فلم سنويا ودعا المرصد في تقريره لاعتمال توجهات اصلاحية شاملة ومتزامنة لكل من انظمة التقاعد وصندوق المقاز وكذلك النظام الضاربي وطلب مرصد العمل الحكومي في تقريره بوضع حد ادنى لمعاشي التقاعد لا يقل عن 1800 درهم للحفاظ على القدرة الشرائية للطبق الشغيل من ذوي الدخل المحدود والرفع النصبي من سقف النظام الاساسي لاحتساب التعويض